اشتركوا في القناة في المنطقة الشمالية واستمرار تأثير حالة عدم استقرار الجوي في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية الغربية توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء غير مستقرة فرصة زخات من الأمطار 13 درجة مئوية كحرارة دنيا المنموسة 13 الرطوبة حوالي 65% والرياح تكون جنوبية غربية ناشطة أسرع تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأ من منطقة الشمالية أجواء غير مستقرة فرصة زخات من الأمطار سكاك 11 إلى 5 عرعى 10 إلى 6 وتبوك 15 إلى 5 درجات مئوية المنطقة الغربية المدينة المنورة ريح نشطة واتريبو مثارة 23 إلى 13 جدة 25 إلى 20 مكة المكرمة 27 إلى 16 والطائف 28 إلى 9 درجات مئوية بالنسبة لمنطقة الجنوبية الغربية نبدأها بالباحة حيث تكون الأجواء غير مستقرة فرصة زخات رعادية من الأمطار 14 إلى 12 أبا 20 إلى 13 وجزان 29 إلى 26 درجة مئوية مع فرصة زخات رعادية من الأمطار المنطقة الشرقية الدمام 23 إلى 17 حفل الباطن 17 إلى 8 والإحساء 22 إلى 5 محوال جوية غير مستقرة بشكل عام المنطقة الوسطى أيضا تشهد أجواء غير مستقرة العاصم الرياضة زخات من الأمطار 24 إلى 17 بريدة 22 إلى 11 وحائل 18 إلى 5 درجات مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر